أكو مشكلة صارت بين شركات الاتصالات وبين هيئة الإعلام والاتصالات تمام فمن أبرزهم هي شركة كورك كنا نعرف أنه العراق مقسم إلى ثلاث شركات زينه آسيا وكورك وأكو شبكات مختلطة يعني أنت تقدر تتصل من كورك إلى آسيا من آسيا إلى زين عادل أمر طبيعي تمام زين شنو اللي صار مطبيعي خلنشوف طلعت في الكنفرانس وقلت لهم ما أريد أنشر بس اليوم يعني للنشر هذه الأمور رح أرجع لك بس خلينا نسترسل بعدها يعني قصدي أنا ما كنت أريد أضر البلد بالنسبة لمستثمر الأجنبي لذلك حتى الأوراق القرارات المحكمة اللجنة الطعنية الموجودة عندي أنا ما نشرها اليوم لأول مرة رح أنشرها حتى لكل مواطن لكل مسؤول عراقي يخلي يشوف الواقع يعني ده يصير عفوا سيسر وان أنت شايف المواقع الألكترونية ذا تذهب بأي اتجاه كلها باتجاه الهيئة وما تنشر الهيئة وما تذهب باتجاه الهيئة ككورك أنت كنت جدا ضعيف موقفكم عمام الشارع ليتوا ما استخدمت السلطة الرابعة للإعلام لإيصال فكرتكم لإيصال حقوقكم هذا ما حدث معكم اليوم المتصور عند المواطن أن كورك تتهرب من دفع الأموال فلهذا تخذ هذا الإجراء وهذا إجراء رح يصير عليه تأثير سياسي فبالتالي ممكن يكون بيتراجع فأنتوا بدور الضعيف أمام المواطن اليوم لازم تكون واقعي جدا وقريبا من المواطن حقيقة يعني الأولا الذي تقوم به الهيئة والسيد المحترم رئيس الهيئة الحالي حقيقة هذا الظلم لأنه إحنا شركات خدمية شركات الهاتف النقال يعني بتويت واحد أو بتصريح واحد أو البيانات اللي خاطبنا بيها كما هو يخاطب هذا يؤثر على السوق يؤثر على المواطن على المشترك يعني حلو 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 اسمعتو يا به أنا بس أريد أسأل الحكومة العراقية أريد أسأل هيئة الإعلام والانتصالات وهذا موتهجم أريد أسألهم إذا مشكلة مثل مشكلة كورك ما قدرت تتحلوها الشون رح تحلوه مشكلة الدولار الشون رح تحلوه مشكلة الأزمات اللي تتوصل لينا أنا بالعراق هاي مشكلة صغيرة ما قدرت تتحلوها والمتضرر الأول والأخير هو المواطن العراقي ليش لأنه قالي لما عندي خط كورك المفروض أتصل بي على أي شبكة أريدها لما عندي خط آسيا أتصل بي على أي شبكة أريدها الآن لما عندي عندي كورك وما عندي آسيا وما قدر أحصل أبو آسيا لازم أضطر أروح أشتري آسيا هذا مو حل هذا مو حل أنتو دتعزمون هاي أزمات أنتو دتطببون بأزمة طلعون من أزمة منو هس 3 مليون مشترك متضرر أنا اليوم عندي خط كورك ما قدرت تصل على أي شبكة ليش منو أنا شنو ذنبي أنت مشكلتك ويا أبو كورك أنا شنو دخلي أنت دولة تروح تقعد ويا أبو كورك بالمحاكم تروح تقعد وين ما كان لكن ما تجي إلي يضرني أنا كمواطن مشترك أنت أذيتني إلي أنا أريد أتصل أذيتني إلي أنا دافع فلوس أنت ما دافع كدولة ما دفعت من جيبك الخط ماتي والاشتراك ماتي فهذا الملف المفروض إحنا عدنا حكومة حقيقية تحل الأزمات مو تأزم الأزمات الناس ما لها دخل أكثر من ثلاثة مليون مشترك قاعدين ينتظرون حل هيئة إجل الأزمة أزم الموضوع رح أفتح هذا الملف بالكامل ورح أشوف الناس كيف يصير بداخل هذا المشاكل اللي صايرة بين الحكومة وبين شركات الاتصالات ترجمة نانسي قنقر